غيبة ياسمين غيبة عن الشاشات خلينا نقوله صح صح ممكن غيبة عن الشاشات غيبة عن الجزائر غيبة على دارنا غيبة على كلش لكن والله هاني رجعت ضكا وجيت اول شاشة جيت نظهر فيها هي الشروق ولايف المشاعر محبابيك شفنا ياسمين عودة تاعك هاد المرة كانت باغنية للعيد خاصة بقناة الشروق قناة الشروق عيتت لي وحبت اني نقدم اغنية خاصة بالعيد خاصة بقناة الشروق واكيد اكيد انا قناة الشروق عزيزة لي وعندي معها ذكريات جميلة ونحبها فلما عيتت لي اكيد ما كانش لازم نرفض الدعوة وما كانش اصلا يصلح اني نرفض الدعوة ياسمين حاليا الاستقرار في تركيا كيفاش كان هاد القرار والله صراحة انا قرارات حياتي كلها عشوائية وتجي هكا في لمح البصر وتجي في رمشة عين لاني دايما نامن انه وشوفي اجمل اجمل القرارات لي اجيني هكا في لحظة صراحة انا في زوج لكن هو اكثر لانه هو كانت عنده خدمة ثمه وانا انتوما الان في تركيا راكم في دومان راكم بعاد عليه دومان قصدك الفن مجال الفني يعني هي دوكا خدمتنا احنا خدمتنا هي بعيدة على المجال الفني الواحد ما مزيتش عليها ما يكذبش لكن وعليش لانا رجعت في ليلة راس السنة رجعت قلت بلي راح نرجع للمجال الفني لكن بخطوات تكون شوية محسوبة ياسمين احنا شوفوا باللي حاليا كان شوية ابتعاد منك على المجال اسكو ما كانش عروض اسكو ما كانش اغاني ما كانش والله الابتعاد مش لقلة العروض ولا لشيء من هذا القبيل انما انا اخترت انا اخترت اني مبعد لانو انا نحب لما ندير حاجة نديرها من كلي بكياني بقلبي بروحي ولا نفضل اني من ديرهاش من ديرهاش نص نص وش رايك دوكا في الوسط اسكو هذا الشيء ما يعيشوه الوسط دوكا خليني نقول لك يشجع ياسمين انها تعود ولا تتراجع شوفي انا لا 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 علاقة لي بالوسط ولا ما وانا اخر واحد يسأل هذا السؤال انا بسع محسوبة على الفن والفناني اكيد اوكي لكن انا محسوبة على نفسي اولا محسوبة على نفسي اولا وما اقدمه انا وما يجري وما وش كاين للصراحة للصراحة اكون معاك صريحة والله بدون مبالغة والله ما على بلي وش عوي